موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هذه قناة الحساب الذهني وأنتم تتابعون الحصة الثالثة كما وعدتكم في الحصة السابقة سوف نتعرف في هذه الحصة على عمليات الجمع والطرح البسيطة المكونة من رقمين وفي الحصة القادمة إن شاء الله نرفع المستوى إلى ثلاث ثم أربع أرقام ثم أكثر من ذلك لكن دعونا الآن نقوم بمراجعة خفيفة للحصة السابقة وهي على شكل تمثيل الأعداد الظاهرة على الشاشة على المعداد هناك كذلك هدية في نهاية الحصة فتابعوا معي إلى الأخير إذن أقوم أولاً بتصفير المعداد هكذا مارد أسبوعي هكذا الآن أصبح المعداد يساوير الصفر أقوم بتمثيل الرقم الأول أو العدد الأول وهو خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون وعطله أمثل اثناني وأربعون اثنان وأربعون وعطله أمثل ستة وسبعون ستة وسبعون أعطله أمثل تمانية وتسعون تمانية وتسعون ثم أعطله أمثل الآن مائتان وثلاثة وستون مائتان وثلاثة وستون هكذا ثم الرقم الأخير أعطي الخرزات أولاً لأمثل الرقم الأخير وهو ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسة وتمانون ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسة وتمانون نقوم الآن بتمثيل نفس الأرقام لكن على اللوحة عندي خمسة وثلاثون اثنان وأربعون عندي ستة أضع خمسة زائد واحد هي ستة ثم سبعون خمسون ستون سبعون هكذا مائتان وثلاثة وستون يعني مائتان اثنان في المئات وتلاثة في الوحدات ثم ستة في العشارات عندي تمانية وتسعون خمسة ستة سبعة تمانية ثم تسعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون رقم الآخر هو ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسة وتمانون ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسة وتمانون سبعون تمانون هكذا أما هذين التمرينين فهما هذين العددين فهما تمرين عكسي يعني أقرأ الخرزات ثم أكتب عندي هنا خرزتان في الوحدات أكتب اثنان في الوحدات ثم خمسة ستة سبعة تمانية يعني تمانون في العشارات هنا عندي خرزة الزرقاء منشاطة التي تمثل رقم خمسة زائد واحد يعني ستة وهنا في العشرات عشر عشرون ثلاثون أربعون هكذا يعني ستة وأربعون ننتقل الآن إلى عمليات الجمع البسيطة المكونة من رقمين نبدأ بالعملية الأولى واحد وعشرون زائد ثلاثة عشر واحد وعشرون زائد ثلاثة عشر تعطينا أربعة وتلاتون أكتب أربعة وتلاتون وأعطلها العملية الثانية عشرون زائد أربعة وعشرون عشرون لا أمثل شيء في عمود الوحدات لأنه يساوي السفر يعني غير منشط زائد أربعة وعشرون هكذا تعطيني أربعة وأربعون أمثل أكتبها هكذا تعطي الخرزات واحد وثلاثون زائد إحدى عشر واحد وثلاثون زائد إحدى عشر هي اتناني وأربعون اتناني وأربعون عشر زائد ثلاثة وعشرون عشر زائد ثلاثة وعشرون تعطيني تلاتة وتلاتون اتناني وتلاتون زائد إحدى عشر زائد إحدى عشر تعطيني تلاتة وأربعون ثم ثلاثة وعشرون زائد خمسة وسبعون. ثلاثة وعشرون زائد خمسة وسبعون. تعطيني تمانية وتسعون. العمود الثاني. خمسة وثلاثون زائد اربعة عشر. خمسة وثلاثون زائد اربعة عشر. تعطيني تسعة واربعون. ثلاثة عشر زائد ستة وستون. ثلاثة عشر. زائد ستة وستون. تعطيني تسعة وسبعون. 47 زائد 52 740 زائد 52 99 73 زائد 26 740 زائد 26 99 86 زائد 13 680 زائد 13 99 99 ثم العمل الأخير 78 70 زائد 21 21 99 نقوم الآن بإنجاز عمليات الطرح البسيطة المكونة من رقمين لكن مع التداريب إن شاء الله سوف نتمكن من إنجاز عمليات مكونة من أكثر من ثلاث أرقام لكن للوصول إلى هذا المستوى أنتم مطالبون بالتدرب جيدا على المعداد لأن الحساب الذهني ينشط الشق الأيمن من الذاكرة فتصبح لديكم ذاكرة فوتوغرافية تمكنكم من تخيل المعداد والحساب عليه في الخيال وهو ما يسمى بالمعداد التخيولي إذن جاهدوا ورابطوا نبدأ على بركة الله في العملية الأولى 42 ناقص 22 42 ناقص 22 22 ناقص ناقص 32 ناقص 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 ثم ناقص ثم ناقص ستة وخمسون سبعة وخمسون سبعة وخمسون ناقص اثنان وخمسون لاحظوا معي سوف أقوم بتعطيل خارزتين في الوحدات ثم خارزة التي تمت الرقم خمسة في العشرات فيتبقى لدي خمسة عدد الآخر تمانية وسبعون ناقص واحد وخمسون تمانية وسبعون ناقص واحد وخمسون فأحصل على سبعة وعشرون ثم بتعطيلها اثنان واربعون ناقص واحد وثلاثون استبقى لدي احدى عشر ثم ستة وتسعون ستة وتسعون ناقص واحد وعشرون واحد اطرح ثم اطرح عشرون تسبقى لدي خمسة وسبعون ثم سبعة وتمانون سبعة وتمانون ناقص اثنان وثلاثون اطرح اثنان وثلاثون فتتبقى خمسة وخمسون تمانية وتسعون تمانية وتسعون ناقص تمانية واربعون اطرح تمانية واربعون فاحصل على خمسون ثم اعطلها لتمتيل العمل الموالية وهي تسع وسبعون تسع وسبعون ناقص ثلاثة عشر اطرح ثلاثة في الوحدات وواحد في العشرات فاحصل على ستة وستون ثم واحد وتمانون ناقص سبعون واحد وتمانون ناقص سبعون يعني خمسون ستون سبعون فحصلت على احدى عشر ثم واحد وعشرون ناقص عشرة واحد وعشرون ناقص عشرة احصل على احدى عشر ثم ستة وسبعون ناقص خمسة وخمسون ثم اطرح خمسة وخمسون فاحصل على واحد وعشرون عملية الاخرى اربعة وتسعون ناقص واحد وسبعون واحد في الوحدات ثم سبعون في العشرات هكذا فاحصل على تلاثة وعشرون ثم سبع وتلاثون ثم سبع وتلاثون ناقص اثنان وتلاثون اطرح اثنان وتلاثون فاحصل على خمسة فكانت هذه هي العملية الاخيرة ننتقل الان الى هدية الحلقة لكل من تابع مع الحصة الى النهاية عادة اكافئ تلاميذي بقطعات شوكولا او ما الى ذلك لكن بما انني لست على تواصل معكم مباشر سوف تكون هديتي على شكل معلومات تفيدكم في الدراسة فهدية اليوم هي عبارة عن جدول ضرب تسعة بشكل عبقري لا يحتاج الى الحفظ بشكل سالس ومسلي جدا انا اكيد انه سوف يعجبكم اذا ننطلق تسعة في واحد اخذ هذا الرقم واحد اكتبه هنا اتساءل ما هو الرقم الذي يأتي مباشرة قبل واحد هو صفر وما هو الرقم الذي اضيفه الى واحد لأحصل على عشرة هو تسعة فاكتب صفر تسعة اذا تسعة في واحد تساوي تسعة الرقم الذي يصبق اتنان مباشرة هو واحد وكم يلزم اتنان لتصبح عشرة يلزمها تمانية فاكتب تمانية عشر هنا وفعلا تسعة في اتنان تساوي تمانية عشر وشطب هذا الرقم الاوسط اتنان في تلاتة ما هو الرقم الذي يصبق تلاتة مباشرة هو اتنان وكم يلزمها لتصبح عشرة يلزمها سبعة اذا اشطب تلاتة وأحصل على سبعة وعشرون أربعة يسبقها تلاتة ويلزمها ستة أمسح أربعة فأحصل على ستة وتلاتون وفعلا تسعة في أربعة ستة وتلاتون خمسة يسبقها أربعة ويلزمها خمسة أمسح خمسة فأحصل على خمسة وأربعون ستة ستة يسبقها خمسة ويلزمها أربعة أمسح ستة فأحصل على أربعة وخمسون فعلا تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون لاحظتم كم هي طريقة جميلة جدا وسهلة ولا تحتاج إلى الحفظ تسعة في سبعة أخذ رقم سبعة تسبقه ستة ويلزمه تلاتة فأمسح سبعة لأحصل على تلاتة وستون تمانية يسبقها سبعة ويلزمها اتنان أمسح تمانية فأحصل على اتنان وسبعون تسعة في تسعة تسعة يسبقها تمانية ويلزمها واحد أحصل على واحد وتمانون تبدو كأنها طريقة سحية أما تسعة في عشرة فهي معروف أن الأعداد جميع الأعداد التي تضرب في عشرة أكتب الرقم وأضيف له صفر فأحصل على تسعون تسعة في إحدى عشر يعني تسعة في واحد تسعة وتسعة في واحد تسعة هي تسعة وتسعون العجيب في هذه الطريقة أنها تمكنك من حساب جدول ضرب تسعة ليس فقط من تسعة في صفر إلى تسعة في عشرة بل إلى أكثر من ذلك فمثلا تسعة في اتنى عشر ماذا أفعل؟ أضرب تسعة في واحد أحصل على تسعة ثم أضيف ثم أخذ هذه الاثنان يسبقها مباشرة واحد ويلزمها تمانية لكي تصبح عشرة فهذه التسعة أضيف لها واحد أحصل على أحصل على عشرة هذه العشرة أكتب بجنبها تمانية فتصبح مئة وتمانية وفعلا تسعة في اتنى عشر تعطينا مئة وتمانية أحاول أن أنجز عمليات أخرى مثلا تسعة في سبعة وعشرون تسعة في سبعة وعشرون إذن أضرب تسعة في اتنى أحصل على تمانية عشر أضيف لها دائما المعلومات المتعلقة بالرقم المولي اللي هو سبعة سبعة يسبقها ستة ويلزمها ثلاثة إذن تسعة في اتنان زائد ستة تسعة في اتنان تمانية عشر زائد ستة تعطينا أربعة وعشرون زائد ستة تعطينا أربعة وعشرون إذن هاد أربعة وعشرون أكتبوها ثم أكتبو بجانبها ثلاثة فأحصل على مئتان وثلاثة وأربعون وفعلا تسعة في سبعة وعشرون يمكنكم أن تتأكدوا من الآلة الحاسبة تسعة في سبعة وعشرون ثلاثين مئتان وثلاثة وأربعون أنتقل إلى رقم أكبر من هذا مثلا أقوم بإنجاز تسعة في ستة وتمانون إذن أول أول شيء سأقوم به سوف أحدد تسعة معلوماتها تسعة يسبقها خمسة ويلزمها أربعة إذن الخطوة التي أقوم بها هي تسعة في تمانية زائد خمسة خمسة ثم تسعة في تمانية زائد خمسة تعطينا سبعة وسبعون إذن أكتب سبعة وسبعون ثم أكتب بجانبها المعلومة التانية المتعلقة بستة وهي أربعة إذن تسعة في ستة وتمانون أخذ الرقم ستة أكتب المعلومات المتعلقة به وهو الرقم الذي يسبقه مباشرة والرقم الذي يلزمه للوصول إلى عشرة ستة يسبقها خمسة ويلزمها أربعة كي تصبح عشرة إذن ماذا أفعل أضرب تسعة في تمانية تسعة في تمانية كيف سوف أحسبها بالطريقة التي قمنا بها سابقا يعني معلومات تمانية ما هي هي سبعة ثم إثنان يعني إثنان وسبعون زائد خمسة هي سبعة وسبعون ثم هذة سبعة وسبعون أكتبها وأضيف لها أكتب بجانبها أربعة هكذا إذن جميع العمليات المضربة في تسعة ماذا أفعل أضرب تسعة في رقم العشرات هكذا ثم أضيف لها معلومة الأولى المتعلقة بالرقم الموالي الذي هو الوحدات ثم بعد ذلك النتيجة أكتب بجانبها المعلومة الثانية المتعلقة برقم الوحدات فأحصل على الغازلتة على النتيجة بشكل سهل جدا 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 أنا أكيد أن هذه الطريقة قد أعجبتكم كثيرا أتمنى ألا أكون قد أطلت عليكم في هذه الحلقة وانتظروا مني المزيد إن شاء الله دمتم في رعاية الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وركاته